اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأنا واحد من الناس اللي بيضل سهران بحضر شو بقدر أحضر وبصحى من الصباح أنا كتير كنت متحمسة هذه الكارد وبصراحة من الكاردز الأليلين اللي بتكون كتير متحمس عليهم وما بيخيبوا ظنك يعني اللي صار بهذا الكارد أنا برأيي كان تاريخي بجوز ما ينعاد كان في عنا ثلاثة تايتل شوتس ثلاثة نزلات على اللقب ولا نزال كان فيهم عادي مفاجآت يعني هل اذن نحكي بالتفاصيل مفاجآت مش عادية ولي أكلت نوكاوت من أول عشر ثواني خمس عشر ثاني ركلي على الراس نزت مازفيدال هورهي مازفيدال بحياته ما انضرب نوكاوت اليوم نزل نوكاوت أو مبارح بليل نزل قاضية شغلات تاريخية وطبعا شفشينكو جيسيكا اندراج شفنا شفشينكو أنا بحياتي ما شفتها بهذا اللفل متمكنة ولا غلطة والراوندد زي ما بيحكوا متكاملة مصارعة وقرابلنج خلينا نحكي مرمطتها لاندراج يعني هاي كارد كانت فظيعة شفنا إصابات شفنا ما بعرف أنا اليوم كتير كنت متحمس والحمد الله الحمد الله ما خاب ظني اسمع أنا طول النهار عم بفكر بالموضوع يعني فعليا من لما خلصوا الفايت لا هلأ عم بفكر ايش ايش بدنا نلحق نحكي طبعا اليوم دعطيك معلومة صغيرة عن ايفنت اليوم مقارنة بالايفنت تبع مازفيدال اوزمن الأديم الايفنت تبع اليوم هو اقصر ايفنت بتاريخ اليو افسي والايفنت الي صار بين مازفيدال واوزمن المرة الماضية كان اطول ايفنت يو افسي بتاريخ اليو افسي كل الايفنت تبع اليوم او النزالات تعون اليوم مبنيين على شكل على عشوائي المين كارد كان فيها اشياء كتير عم بتصير عشوائية ما منتوقع تصير بكل الفايتس بس كلهم صاروا خلال المين كارد فمنحب نبلش نحكي يمكن بكمارو اوزمن ومازفيدال اللي هي المين ايفنت انا بحياتي ما شفت قوة لستريت بنش او لكمة مستقيمة بتطلع من انسان زي هيك عمر يعني منظر مازفيدال والعرق عم بيطير من راسه ولما اوزمن يعني نزل وكمل عليه في قوة جسدية هائلة عم تطلع من اوزمن على وجه شخص فهذا الكله طبعا بيرد ترافر ويتمن اللي هو مدرب سترايكنج خيالي كان بدع بهذا اليفنت هاي الفايت شاكر ما كانت فايت عادية كومارو اوزمن ستد زي ما حكي عنه يعني فحل هيك عكي عنه دينا وايت موجود وده رسالة واضحة للكل انه هو على هذا اللقب وحكاها دينا وايت بالصبق الصحفي اللي صار بعد الفايت على هذا اللقب على هذا الوزن كومارو اوزمن من احسن الناس بتاريخ اليو اف سي على هذا الوزن واثبت وجوده ولكن هاي تاني طبعا كل بيعرف لعب اول مرة مع ماس فيدال ماس فيدال اخذ الفايت بستة يام نوتس لانه غيلبرت بورنز دورينيو بورنز ما قدر انسحب من الفايت بسبب الاصابة اخذ الفايت خلال ست ايام ماس فيدال وطبعا كانت حشته انه منزل وزن كتير وفعلا هي بست ايام منزل وزن دخل تعبان وباللي سمعنا قبل ما تصير هاي المباراة اجدد وحدي اللي هي على 261 كان بصير في كتير تراش توكينج يعني حكي زي ما بتقول بتطخه بعض المقاتلين فكان ماس فيدال يظل يعيب على كومارو انه انا فتت على الفايت بست ايام تجهيز يعني مش جاهز وقدرت اكسر منخارك المهم اجت الفايت اوزمان فات طبعا احنا ما ننسى اوزمان هلأ عم بيفوت على هذا النزال ومعه الفريق تبعه ومعه فرانسي سنغانو وراء الكل بيعرف هلأ صار فيه هم بيسموها افريقان تيك اوفر يعني افارقة باول مرة بتاريخ اليو اف سي تلاتة افارقة على اوزان مختلفة عندهم اللقب عندك ازرايل اديسانيا كومارو اوزمان وفرانسي سنغانو عمرها ما صارت فهم مداخلين بمثلوا الكميونيتي او الافريقي الامريكي ووراهم مسؤولية كبيرة وعلى كتافهم مسؤولية كبيرة بالذات بوقت امريكا عم بتمر باعلى حالات العنصرية فهم مداخلين يمثلوا شغلة كتير بتخصهم وكتير بتهمهم ووراك وورا كومارو اوزمان داخل مع انقانو وكمان شغلة بالفايت تبعت انقانو مع ستيبي ميوتتش لما ضربوا نوك او تنزلوا كان بال كورنر تبع انقانو كومارو اوزمان هو مدرب المصارعة تبعه فانت عم تحكي هذا الزلم داخل جاهز داخل معا مازفيدال اول جولة كانت واضحة انا برأي لكمارو نزل مازفيدال اكم تيكداون حلوين مازفيدال ما كان عنده سيغنيفكن شوت زي ما تحكي ما ضربه او صابه مضبوط والنوك اوت طير لوجهه مية بالمية انا حتى في قرأة محل انه اوزمان الحكي اللي صار بينه وبين فرانسيس انقانو فرانسيس حكاله اذا بدك تخلص هاي الفايت بدك تعطي نوكاوت لمازفيدال يعني انت بوقتيها بتنهي النزال بدون اي نقاش ببطل مازفيدال عنده مجال يحكي لأوزمان انه انتصر لك ساعة بتعبط فيه او بتدعس على رجلي واثبت اوزمان اظن انه هو رح يكون واحد من افضل مقاتلين بتاريخ اليو اف سي عشان اعطيكم شوية ارقام للمشاهدين كمان مقارنة بجي اس بي فيه بتاريخ اليو اف سي فيترين اتنين فقط اللي قدروا يتعدوا التمانية نوكداونز والاربعين تيكداون بالكارير تاعتهم طبعا جي اس بي عنده تسعة نوكداونز اوزمن عنده تمانية جي اس بي عنده تسعين تيكداون اوزمن عنده تسعة واربعين فاوزمن بالطريق ل جوت ستات زي ما بيسموه او الافضل على الاطلاق بتاريخ اليو اف سي حالياً بيكون عنده 14 فوز وراء بعض طبعاً هذا الإشي ركورد حالياً بيحمله أندرسون سيلفا ب16 فايت وينستريك نزال بيخوف طبعاً كمان غير عالم الفنون القتالية المختلطة أظن فيه كتير ناس من العالم الخارجي للرياضة كانوا عم بيستنوا هاي الفايت من وراء تأثير مازفيدال لأنه صار نجم كتير كبير فيه ناس بيقارنوا نزوميته باللفل تبع مغرقر يمكن هو أقل شوي بس عم بيمشي بنفس هذا الطريق وبما أنه عم نحكي عن كونر عمر طبعاً كتير ناس شافوا التويتس تعاونه بعد الفايتس اللي صارت كونر عم بيقارن مش عم بيقارن حتى هو عم بيحكي أنه أوزمن عم بيقلد كونر بيحكيه حتى بالستايل تبعه بالقتال بالأسلوب تبعه بالقتال الستريت بونش لضربة المستقيمة هاي كونر عم بيحاول يعمل شوية شوشرة بوزن 170 عم بيحكي أنه هو بس يخلص على المية وخمسة وخمسين بده يرجع يطلع على المية وسبعين ويتحدى على الوزن الأعلى من المقاتلين الثانيين اللي كمان عم بيعملوا بلبلة شوي هو كولبي كوفينغتون كولبي كوفينغتون عم بياخد الموضوع شوي شخصي أكتر قبل الفايت كان عامل مقابلة على ما أعتقد مع ذاشمو حكى فيها أنه هو مبدئيا عم بيقعد مع مرت مازفيدال اللي هي ماريتسا ومرت مازفيدال الأصلية مش إيمان قاوا طبعا إحنا أنا بحب بس هيك أشرح للجمهور شوي إيمان قاوا هي بتكون أخت إبراهيم ومالكة قاوا اللي هم المانجرز تعون مازفيدال هم من أصل أردني طبعا يمكن من زمان صلهم بأميركا وعندهم كمان مطاعم حتى أكل عربي هناك شفنا مازفيدال كمان عم بيحكي أنه واحدة من أكلاته المفضلة هي المنسف عشان هيك نزل نوكاوت معناته مشكله ضارب منسف أبن ما يفوت يعني شوف أحكي لك صراحة مازفيدال إز هو لاعب أنت قلت من ناحية شهر أنا برأيي شهرته فظيع مش بس لأنه أثبت أنه هو بيستحق ياخد لقب البي أم أف خلينا نحكي الزلم يبلش من قتال بالشوارع من أيام كيمبو سلايس لريلة الكل بيعرف هذا الزلم يبلش من ولا إشي زلم يهويش بالشارع وطلع وصار ووصل هلا كونير مكريغر يطع هذا الوزن مبدئيا جربها مع نيد دياز أول مرة وتبهدل تبهدل وكانت أول أول مرة حدا بيبهدل كونير مكريغر بعد الإنجازات العظيمة تبعته كان نيد دياز عمل له تشوك وخلا يستسلم طبعا إن عادت الفايت وفاز مكريغر ما اختلفنا ونيد دياز ما كانش من التوب خلينا حتى التوب خمسة هلا ييجي مكريغر يتنطط بده يلعب مع التوب ثري بيوزن مئة وسبعين أنا برأيي رح يغرق اليوم بالبرس كونفرنس اللي هو السبق الصحفي اللي صار بعد النزالات سألوا دينا وايت مين بده يلعب مع كومارا أوزمان حكى بكل وضوح هلأ كولبي كوفنكتن باستحق يكون هو المقاتل التالي اللي يتحدى على اللقب وأنا بصراحة هاي الفايت مش عم بتصير زي ما بدنا ومن زمان حاب أشوفها كولبي كوفنكتن مع إنه مقاتل عنده جدل كبير بأسلوبه بطريقته بحبه الغريب لترامب وكره الناس لإله وكل هذا الحكي كولبي كوفنكتن من أحسن الناس على هذا الوزن بويل راوندد يعني متكامل ومصارع رهيب يعني بيقدر يحط مصارعة أزمان بيرجحها بنفس الكفة يعني بيطع راس مع أزمان والسترايكينج تبعه فخم وحاجمه مش قليل لهذا الوزن يعني هاي فايت أنا بحب أشوفها بس بدي أحكي شغلة سريعة على الضرب القاضية اللي أكلها ماز فيدال من أوزمان ضل مدرب أوزمان يحكي له ارجع للبيسيكس ارجع للفنديمنتلز الأساسيات فعلا نزلوا ضرب قاضية أساسية بس اللي بحضر الفايت أنا بحب يعيدها يضل يعيدها هاي مش شغلة عادية أوزمان ضرب بوكس شمال جاب فيك يعني موه ضربة شمال مسك إيده لماز فيدال اليمين وسحبها لتحت نزلها كشف وجهه وبعدين ضربوا باليمين قاضية يعني هاي فظيعة عادة بالملاكمة انت بتدور على هدف وبدك تضربه أما تمسك إيده تنزل وتضرب هاي كانت حركة ذكاء وأقرب للكونج فو شوي نظب بدك تسألني أنا بعتقد أنه من أول الفايت وأنا عم بحضر عم بتطلع على ماز فيدال عم بدخل خطوط مستقيمة بالخصم تابعه وهو أوزمان ما عم بلعب معاه بشكل زوايا ودائما أي واحد بفهم بالملاكمة أو بالكيك بوكسنج أو بأي رياضة سترايكينج بيعرف أنه أكبر غلطة تفوت خط مستقيم بوز بالخصم تابعك لازم دائما تدور على زوايا وتضلك تلعب بزوايا وتدور على المحل اللي لازم تصيده للخصم ما عمل هيك ماز فيدال وعادة بتكون هاي خلطة لكارثة والشغل الثاني كان منزل إيدي عن وجهه ماز فيدال ما كان عم بلعب بحذر مزبوط كان شوي مستهين وبلعب بحط إيديه وراء ظهره وبنزل إيديه عن وجهه يعني كان بيسأل عنها كان ممكن يعمل أحسن نعم أول الفايت وهو فايت بكل وضوح كان متوتر فات حط أغاني حتى شريح أوعيه هو فايت صار يرمي للجمهور بس ما وقف وعم بيستنى ييجي بروس بوفر يحكي عنه عن اسمه متوتر 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 أنا شفتها وما كان بصراحة هذا مش performance ماز فيدال اللهم هالفلاينغ نيل اللي عملها الكيك اللي بالهوى وكانت على الفاضي عمل أكثر من واحدة مزبوط آه فأنا بقولك أوزمان هو اللي رح يطول على هذا الديفيجن ما أظن هلأ في أي حدا بشكل خطر على أوزمان بجوز كل بي كوفنغتن يغلبه بس أنا بأعتقد أنه أوزمان هو رقم واحد عمر في حدا كتير الناس عم تنسى عنه وبس عم تظلها تدخل كل بكوفنغتن بالنقاش بشكلك أنت كمان ناسي عنه اللي هو ليون أدوارد ليون أدوارد هلأ إذا فاز بالنزال الجاي تابعه أظن بستاهلها أكتر من كوفنغتن يعني الحرب اللي صارت بين أوزمان وكوفنغتن أثبتت شوي إنه ماشي هم التنين على نفس اللفل بس بالأخير أوزمان يعني كسر له حنكو يا زنمي فليون أدوارد هو من الناس اللي لسه الهلأ ما إجاهم هاي الفرصة إنه يقدر يلعب على اللقب صر له كتير فترة عم بيحاول النزالات تحته عم تلتغي وعم يعني عم تتكنسل بسبب حجج أو بسبب صدف عم بتسير بخلال النزال بأيدك بموضوع إنه مازويدال كان خايف مع إني أظن إنه مازويدال هاي كانت بأحسن شيء بحياته كان خلال هاي الفايت كان جاي يعني جسديا أنا حسيته أجهز من قبل يمكن أكيد تدرب على المصارعة أكتر وإدر إنه شوي يقاوم أوزمن بأولها أنا كنت عم ببعتلكم على الواتساب جروب إنه الكارد هذا من أوله عم بيصير فيه أشياء غريبة عن جنب وطرف قلت ممكن مازويدال تشنص معاه كمان مرة وياخد هاي النوكاوت كل ما ينط ويعمل الفلوينج ني كنت أنا أنط معاه عرفت شاكر أقول لك شغلي عن مازويدال قل لي مازويدال فاتع هاي الفايت متوقع يتصارع هو أوزمن أوزمن فاجأه الكل بيعرف إنه السترايكين عند مازويدال كتير أحسن من كمارا أوزمن وكمارا أوزمن مصارعته كتير أحسن من مازويدال مازويدال قاعد يدرب أسبيع بس مصارعة لأنه مش خايف من السترايكينج وفاجأوا أوزمن ما صارعه ونزلوا ضربة قاضية كانت لعبة تكتيكية زي لعبة الشطرنج ما توقعها مازويدال وغير له كل شي لما أنت تكون عامل خطة وفايت عليها ع هاي الخطة مرة واحد الخصم يغير كل إشي أنت عملته ساعتها بدك تصفن وراح يصير عندك اللي صار بصراحة برافو أوزمن بستاهل أنا برأيي هذا المقاتل زي ما حكيتك موجود ليبقى طبعا عمر بدي أرجع أنا لموضوع صغير حكينا فيه اللي هو ترافر ويتمن ترافر ويتمن هو المدرب تبع كامارو أوزمن كامارو أوزمن نقل عنده على الفايت الأخيرة قبل ما يلعب مع جيلبرت بورنز والواضح أنه ترافر ويتمن هو من الناس المؤهلين هاي السنة أنه ياخد المدرب السنة وهذا الموضوع بياخدنا للكومين إفنت تبعنا ترافر ويتمن هو المدرب تبع روزنا ما يونس كمان اللي عملت أداء بيخوف قدام جانجوي لي جانجوي لي جاي وعاملة ذعر بالوزن تبعها عندها قوة جسدية عندها سرعة عندها خبرة عندها كل إشي عندها الصين كلها وراها تيجي ويصير فيها زي هيك مع روزنا ما يونس روز طبعا هي اللاعب الأشطر يمكن على الأرض الكل متوقع يكون كان الفايت شوي على الأرض لأنه روز عندها بلاك بلت بالججدسو بس يمكن الطول والسرعة ساعدتها أكثر شوي بهذا النزال شوف هذا الفايت قلتلك أنا متوقع ويليهي طبعا اللي تفوز كل اللي تفاجأ كل اللي تفاجأ الرياكشن تبع جو روغن وديسي كلهم قاعدين على الطاولة نجنوا كل حدا تفاجأ غير غير أنه ويليه الداخل الجاهز ومش فاهمة شو اللي صار روز بدعت روز نميونس واحدة من الناس اللي قد حالها والكل بحب يحضرها هيك مشكل جيه بتحسها قدعة البنت ولكن فيها كتير مرات كانت تتخبص تخبيص ما كانت برأيي آخر فترة كونسيستنت يعني أداءها ما كان كل مرة نفس زي اللي شوفناها اليوم ولكن وهي داخلي عم بتضل تحكي للمدربها I am the best I am the best يعني أنا الأفضل أنا الأفضل عم بتضل تعيد نفس الجملة ومدربها الهو I think يا صاحبها يا جوزة ضل قلها أنت الأفضل أنت الأفضل أنت الأفضل جوزة مظهور ضل عيدلها نفس نفس الديباجي ولما فازت حكتها اللي صار ويلي الكل بعرف أنه هي السترايكينج تبعها خيالي يعني روز بخطر أنها توقف تتبادل لكمات وركلات مع واحدة زي جانج ويلي فلما تبلش الفايت وروز تضرب هاي كيك ركلة عالية على الرأس وتنزل ويلي قاضية ثق تماما أنه ويلي ما كانت متوقعة اللي صار وإحضر الفايت شوف عينين روز عادة الفايتر بضرب أو بيركل محل بيكون بتطلع عليه يعني أنا بدي أضربك على رجلك بتطلع ع رجلك وبضرب ركلة برجع بتطلع ع رجلك وبضرب ركلة تالت مرة بتطلع ع رجلك وبضرب ركلة ع راسك بخليك أنت تفكر أنه النظرة على المحل هذا جيته ضربي طلع على عينين روز ارجع أحضر الفايت طلع على عينين روز وين عم تطلع وكيف عم تضرب بتعرف أنه كانت مخططة للهاي كيكهاي لأنه ويلي كانت كل ما بتوقف أول ما وقفت احضر كل الفايت تابعونها لما بدأت طلع الجاب باللكمة يسرية إيدها اليمين تنزل عن وجهها فكانت عم تستنى روز هاي الشغلة أول ما إيدها اليمين نزت طلعت لها بركلة على الراس نيمتها طبعا اعترضت ويلي ما فهمت شو لي صار وطبعا بالمقابلة ما بعد الفايت اللي مع جو روغن تحكي معها مترجم أنه آل حكم وقفها بكير طبعا ما وقفها بكير كانت آوت وروز نزلت تكملت عليها شوية هامرفست هيك لكمات مطرقية فأنا برأيي روز بدعت إذا بتحافظ على هذا المستوى روز كمان على وزن القشة رح تضل موجودة مضبوط في ركورد أو كرقم جانغوي لي هي أكتر فايتر كان محافظ على الوينيج ستريك أو باستمرار الفوز تبعه مضبوط البنت ما خسرت بآخر 8 سنين من الـ 2018 من الـ 2013 سوري أول ما دخلت بالعالم الأممي جانغوي لي ما خسرت ورا فايت جانغوي لي كانت داخلة في عندها هاي الثقة بالنفس وهيك أكيد أنت خبير أكتر مني بس أنا شفت الكيك تاعت روز ما كان فيها قوة قد ما كان فيها دقة وسرعة يمكن شبيهة بالتاكواندو كانت شوي أنا شوفتها شاكر النوك آوت أو ضرب القاضية بتصير من عدة محلات أول منطقة هي التمبل اللي هي جانب الرأس بسموه التمبل هاي أول منطقة تاني منطقة الحنك الفك طبعا عم بحكي هنا بالفك في تجمع أعصاب ورا الفك فلما تهزوا بيعطوا إشارات مفاجئة للدماغ بعمل شك عشان هيك بتاقيهم لما بنزلوا حتى ضرب قاضية إيديهم رجعهم بخشبوا وطبعا في مناطق تانية في منطقة الكبد اللي هو على جنبك ضربة بتشوف الملاكمين بعملوها بتنزل قاضية بس مش إغماء بس خالص جسمك بتشنج بتنزل وانت صاحي في عدة محلات بتعمل ضربات قاضية أسهل وأضعف منطقة بجسم الإنسان هو الفك لا عم نحكي كضربة لو انت بشوف ناس بيجاب بضربة يسارية اللي هي هدفها ما تنزل أول هاي هدفها جس تنبض وتفتح مجالها ضربات تانية بنزلوا قاضية بالك رجل هلا الكيك بجوز ما كانت كتير قوية بس عادة الهد كيك الضربات على الرأس ما بتكون بقوة ضربات الرجل لأنه انت ضربة الرجل الزاوية اللي انت عم تضرب فيها والارتفاع اللي عم تضرب فيه بتقدر تولد قوة كتير هائلة على الرأس بتصير فيه رفع للرجلين وبتفتح رجلك أكتر بضعف القوة اللي طالع من الخسر ولكن هاي كافي انها تعمل ضربة قاضية الرجل لو ما كانت قوية اجت على الفك بالمحل المزبوط قادر انها تنزل قاضية بالإضافة كتير مرات مقاتلين طبعا فيه بتموا الماث بيس اللي هي واقي الفم واقي الأسنان دائما بيقول لك لازم تضل عاضد عليه كل ما عضيت على واقي الأسنان ضلك عاضد بتحمي فكك مش كتير لو ان ضربت رح تنزل قاضية بس بتحميه نوعا ما بيكون أقوى بهذه اللحظة من لما تكون فاتح تمك ويلي جانج كانت فاتحة تمها مش متوقعة الضربة فضربة اجت بمحلها زي زي اللدغة يعني اللدغة تحيل عادي بب خلصت الفايت تكتيك حلو كتير كان من روز ويلي جانج ما فهمت شو اللي صار واتوقع رح يضلوا يحضروا الفايت بالإضافة انه روز كمان شغلة مهمة أحكي عنها مش بس خططت هاي الضربة إذا انتبهت كانت ويلي كتير قريبة على روز واقفة من هاي المسافة قليلة تلاقي ضربات رجل ضربة الرجل عادة لما الخصم يبعد شوي بيكون بمرمى ضربة الرجل فروز لعبتها صح من منطقة مسافة قليلة طلعت ركلة على الرأس ما توقعتها ويلي ويلي بالمناسبة كانت لاعبة ساندة الكونج فو ساندة هي لعبة صينية وكتير مشهورة حتى بالأردن بشكل مش عادي نحن بالأردن عنا منتخب ساندة منتخب الأردني بالساندة من أحسن المنتخبات بدي أقولك بديش حكي بالعالم بس ممكن ينافس بالعالم وعنا أبطال عالم طلعوا بس بآسيا ف واللعبة الصينية طبعا هي الكونج فو ساندة الناس مش يفكروها كونج فو جاكي شان لا كيك بوكسنج هي كيك بوكسنج ولكن فيها حركات رمي ويلي الأصل إنها لاعبة ساندة يعني لاعبة سترايكينج يصير فيها هيك بيحكي لك شو هي روز وشو اللي عملته قديش هذا كان مهم وكبير لروز أكيد هلأ احنا كنا عم نحكي يمكن أبا العمر كيف روز هي كانت كمان من الناس الوحيدين اللي ادرت تنوك اوت يوانا ينجنجك وجان ويلي طولت معها بالفايت وكانت فعليا واحدة من أحلى الحروب بالتاريخ روز نما يونس اليوم بتكون هي أول UFC فايتر فيميل بترجع بتاخد اللقب تبعها بعد ما خسرته بتدخل كتب التاريخ طبعا بال UFC لهذا الرقم عمر خلينا نطلع استراحة بين الجولات ومنرجع لكم كمان شوي يلا عمر رجعنا بعد استراحة ما بين الجولات بدنا نبلش بموضوعنا الجاي اللي هو فالنتينا شيفشينكو مع جيسيكا اندراج حكينا قبل أنا وياك بالموضوع شخصيا انت كنت عم تحكي لي قدي جيسيكا اندراج فيه هي اللي راح تكون راح تعطي شوية منافسة لفالنتينا شيفشينكو أنا كمان من الناس اللي كنت مقتنع انه جيسيكا اندراج عندها القوة اللي ممكن نقارنها بقوة اماندا نونز من ناحية النوكاوت باور من ناحية القوة الجسدية اللي هاي فالنتينا شيفشينكو بظلني احكي عنها هي عبارة عن جاسوس روسي بتعرف بتعرف يمكن ست سبع لغات بترقص ويعني والقتال تبعها بشكل خرافي بتقاتل لها على الاسلحة وعلى الرشاشات وعلى هاي الاشياء ما بعرف كيف هاي لا امان مسكت مبدئيا نزال بخوف عمر كان فالنتينا شيفشينكو اثبتت انه هي فعليا بمراحل تعدت كل الوزن تبعها ما بعرف يعني عنا فيها نفس مشكلة اماندا نونز اللي هي مين راح نجيب لها هاي عشان يقدر ينزل معاها ولا واحد ولا واحد زي اماندا نونز خلص اماندا نونز بدها تضل تتقاعد او التاكداونز السيطرة الرمي الجرابلين كيف تف وتاخد ظهرها وترجع تنزلها تستنى لتوقيت المناسب تكون مثلا مااخد ظهرها من ورا وهادي ما عم تتحرك اول ما اندراج تلف تحاول تواجهها لشفشنكو شفشنكو تنزلها تستغل حركتها وبترميها هاي مصارعة من مستوى عالي جدا جدا اللي عملته شفشنكو مش مصارعة عادية عم بقولك مصارعة أولمبية بالاضافة لطبعا السترايكينج تبعها بالاضافة للكارزما الحلو اللي عندها وشكلها الحلو ورقصها الجميلة لكل حدا بحبه انا برأيي هاي خلص زي ما تقول سمنتد يعني بالاسمنت وبالخرساني حطت حالها على هذا الوزن يعني انا هيك بشوفها هاي اليوم الاداء اللي شفته منها قطع الشكل اللي كان عندي انا كنت بحكي انه بجوز اندراج تغلبه وهي طلعت اندراج اكنها واحدة حزام ابيض عم تلعب ما واحدة حزام اسود فرق مستوى شاكر مش عادي فرق مستوى ابدا مش عادي ما اظن اي حدا رح يقدر يتحداها عمر طبعا انا لاحظت شغلة اليوم انه فالنتينا شفشنكو غير كل هذا الحكي الايكيو تبعها بالفايتنج طريقة كيف هي يعني بالفايت بتمسك حالها وتعرف انها تدرس كل نقطة عند خصمها خلال اول دقيتين من الفايت وتعرف كيف تتصرف لباقي الفايت كلها شاكرا ما بدي اعطعك بس اقول لك شغلة بهم انك جب سيرة الفايت ايكيو الهو الذكاء داخل الحلبي الفايت ايكيو اهم اشي يكون عند المقاتل في مقاتلين كتير معهم الحزام اليوم من طب طب على هذا الوزن ما في فايت ايكيو في خطة مثلا اعطيك مثال صغير واللي بدو يخلفني الرأي هو حر انا هذا اجتهادي وانا متأكد منه زي مازفيدال اليوم عنده خطة يتصارع مع اوزمن اوزمن بكل بساطة قرر يوقف معه يتبادلوا اللكمات والركلات خربوا الخطة ضيعوا خسروا بهبل يعني الفايت ايكيو اللي هي بتخليك تؤدابت يعني تتأقلم مع معطيات الفايت اللي بتطلع لك بهديك اليوم هديك الساعة بهديك اللحظة كل شي بتغير تتأقلم وتظل انت مسيطر على الفايت فاللي عملته اليوم شفشنكو من اصلا الستاري تبعها ان فايت تعمل تلعب لعبة شو ما صاري تطلع معها اخذت وتفوقت هذا الفايت ايكيو اللي مش اي فايتر عنده اياه وهاي كمان احكي لك يا شغلي شفشنكو مش بس فايت ايكيو ولا بس مصارعة زكاء مش بس الفايت ايكيو زكاء كيف تتقرب من الجمهور كيف تخيل الجمهور يحبها لانه كمان لما الجمهور كله على رجليه وعم بيغني وبنادي ومبسوطين عليها وهذا ما بتتخيل الدافع النفس اللي بيعطي له الفايتر حطت اغاني شركسي بس دخلت بعدين لاحظ اه 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 يعني وحتى الرقص اللي رقصته اتوقع شركسي يعني مش رقص روسي مضبوط لا هو شبيه بالشركسي هي من كرغستان نحكي على الفايت اللي بعدها شاكر قبل من انت الا الفايت اللي بعدها عمر بدي احكي لك معلومة سريعة عن فالنتينا شفشنكو اليوم هي صار عندها اعلى دقة بالانزالات او بالتاكداون اكوريسي اه مع جاسيكا اندراج من كل الناس يعني تخيل كان عندها اليوم سبع محاولات للتاكداون وكلهم ناجحة فهذا كمان رقم بيحكي لك انه فالنتينا شفشنكو فعليا هي مش بس فايتر سترايكر ولا مويتاي ولا هاي الاشياء فعليا صار عندها خلفية مصارعة بتخوف مبدئيا كمان عمر فالنتينا شفشنكو الناس عم بيطالبوا بانها ترجع تعيد الفايت استعونها مع اماندا نونز بالسابق هي خسرت مرتين من اماندا نونز بس الناس ما شبعوا لانه فعليا النزالين صاروا خلصوا على قرار الحكام ما كان فيه نهاية واضحة زي ما الناس بتحب سألوها عن هذي الفايت بعد الفايت تبعها بالبرس كونفرنس وكان رأيها بالموضوع انه هي ما بدها تستعجل على هذا الاشي بدها تسيطر سيطرة تامة على الوزن اللي هي عليه وسألوا كمان تينا وايت سوري عن هذا الموضوع طبعا انا ما بشوف يمكن هذا اشي من مصطحة اي حدا انه هي ترجع تعيد هاي الفايت بس عشان يحافظوا على البطل لهذا اللقب وما يصير فيه اي خربطات لانه فعليا هدولة التنتين هم اللي خلني احكي لأكثر مبيعا هلأ حاليا بال فيميل يو اف سي فايت اماندا بتبهدلها شاكر يعني قديش عم نحكي عن شفشنكو انها فضيعة اذا لعبت مع اماندا نونز بتقطعها اماندا نونز ف خلي هي اكيد حتقولك حكت مسألوها انه انا مش عم بسعه هلأ حاليا لشفشنكو لما سألوها قالت انا ما عم بسعه حاليا ألعب انت اماندا اليوم في حكي جد بين مزيح و جد انه حطوها تلعب بالديفيجن تبع الازلام مين واحد مع اللقب ومع الوزن بكامل وعيه بيديو روح لعب مع اماندا نونز وبتموتها ف انا برأيي اماندا نونز هي شفشنكو بتكون زكية تبعد عن اماندا نونز هلأ خليها تاخد الشهرة تبعتها تستفيد تعمل مصاري تدافع عن لقبها بوزنها وتنسالي شوي اماندا نونز اماندا نونز ما فيش زيها بتاريخ بتاريخ الرياضات القتالية كلها انثى زي اماندا نونز والكل بوافقني الحكي انا بقول خلال فايت او فايتين لكل واحد فيهم رح يصير رح يصير لازم يعملوها اظن لا محالة اذا ضلوا يفوزوا كل واحدة فيهم الفايت اللي اظن هلأ بدنا نحكي عنها وشوي دايقتنا هي اليوم ودايقت كل الناس اللي كانوا عم بيحضروا ولهلأ الواحد بيشعر بدن وصار من الموضوع كريس وايدمان مع يورايا هول الكسر اللي صار مع كريس وايدمان طبعا اول ما صارت الناس اللي بيحضروا UFC من زمان عرفوا انه هذا اللي بالضبط صار قبل سبع سنين ب UFC 168 مع أندرسون سيلفا وكريس وايدمان الكيك اللي رماها كريس وايدمان كانت لو كيك يورايا هول قدر انه يعملها تشك بطريقة هلا بدنا اياك تحكي عنها أكتر شوي يمكن لفت رجله يا زلمي حوالين رجل يورايا هول ولما رجعها أنا هذا أكتر إشي جنني معنى لما رجعها وحط وزن عليها وشفتها طعجات زي أنه يعني منظرها زي كيف دي أحكي لك زي الرجل الاصطناعية اللي أكنها نكسرت أو إشي هيك عرفت لا لا المنظر المنظر مؤلم كان شاكر أحكي لك شغلي هذا الكسر هو ما بديش أحكي كومن يعني بسير ولكن بسير في ثلاث طرق إنك تصد أي ركلة خلني حكي واطي واحد ضربك ركلة واطي في ثلاث طرق المتعارف عليهم أول طريقة ترفع رجلك تخلي الشن اللي هي قصبة الرجل تبعته تخبط بقصبة الرجل تبعتك وإنت رجلك بتكون بتوجه يعني لتسي أصبع رجلك لبرة اتجاهه لبرة عشان ما يكون لجوة تأذيرك بتجيب الشن على الشن القصبة على القصبة في دفاع تاني فخدة الرجل العضلة الأمامية للرجل الكواد باخد خطوة هيك واسعة وبخليه يضربني عليها مش من الجنب العضلة الرجل الفخدة من الجنب بتخدر رجلك أما إذا ضربتني من العضلة الأمامية اللي هي فوق الركبة بين الركبة وبين أول الخصر بفتح رجلي وبشد عضلة الرجل بخليك تضربني عليها هاي أحد طرق الصد وفي طريقة ثالثة اللي أي واحد بسمعنا أو بلعب كيك بوكسنج أو موايتاي بعرف إنه هاي طريقة الدفاع حقيرة ووسخة شوي طبعاً اللي هي نفس الفيلم باخد خطوة واسعة ما برفع رجلي عن الأرض ولا بخليه ضربني على الفخدة بوجه ركبتي بس بخليه رجي على الأرض بعملش إشي بس إنت عم تضربني بالقصبة تبعتك بفتح رجلي بخلي ركبتي هي اللي تتصدى لهاي الركلة أول إشي بيصير بتنكسر الرجل أو القصبة بالنص يورايا هول اللي عمله اللي يتفاجأ وحزن وحالته حالي بس اللي بيصد ضربه بهاي الطريقة عارف شو عم بيعمل ومتعمد الأزاء وهذا مش إشي غلط يعني اليو أف سي أنت خصمك فايت يقتلك فايت يخلص عليك أنت بدك تخلص عليه بأسرع طريقة هو ما رح يرحمك فأنت مش مفروض ترحمه ولكن أنا بدي أحكي أنه هاي مقصودة كانت من يورايا هول يورايا هول كمان إلو فترة مش عامل برفورمنس حلو بتدرب بفورتس أمم إي جيم ممتاز بعرف بعض سبارينج بارتنرز تابعه في مقاتل وزميل إلي وصديقي أردني عبد الكريم السلوادي بلعب بفورتس أمم إي والكل بيعرف يورايا هول سترايكينج تابعه فهاي بديش أحكي الخدعة هاي الأسلوب بالصد هو أسلوب متقدم جدا من لاعب سترايكينج ويورايا هول يقول بتذكر أن خلفيته I think كانت كاراتي كيوكو شين اللي هي بعض الرياضات اللي ولدت الكيك بوكسينج اللي كلنا من يعرفه أنا بالنسبة لإلي عمر كشخص يمكن ما صر لي بتدرب مويتاي أكتر من سنة الكيك هاي لما أنا أحاول أضرب حدا كيك وتيجي بركبته فعليا بأخد لي عشر دقائق إني أريح وشوف القصبة بتاعت رجلي أو الشن وبكون نافخة وهيك ومن أسوأ وأوجع الضربات فعليا اللي ممكن تصير معاك إنك تضرب واحد ويصدها بركبته صدها ودخل ركبته فيها يعني كيف صدها يعني مش بس إنه ضرب وركبته ضرب وحلها شاكر دخل ركبته فيها فات عليها يعني فات عليها بالركبة هذا اللي شطبه وما رح يرجع ما أتوقع يرجع من هيك إصابي بأي وقت قريب يعني ما أظن عمره 36 سنة حاليا والواحد لما يكبر كمان بتصير صعب إنه الواحد يتعافى من هاي الضربات يرايا هول بيحزن حاليا لأنه بآخر فايت إيلو كانت مع أندرسن سيلفا وما قدر يحتفل بالفوز تبعه واليوم صار معاه هذا الموقف كتير أنا حبيت موقفه أول ما صارت إنه راح قاعد بالزاوية وواضح على وجهه الألم اللي هو حسه أو الحزن اللي حسه على كريس وايدمن لأنهم بالآخر كلهم مقاتلين بنفس السفينة عرفت لما واحد يصير معاه إصابة زي هيك إشي كتير مؤلم وزي ما شفنا كمان في فيديو أنثني سميث كان بالبرس كونفرنس عم بيحكي مع الإعلام وعم بيحكي مع الجمهور اللي كانوا موجودين وشاف أو سمع عن إصابة كريس وايدمن طبعا هم أصدقاء وواضح عليه كان للحزن يعني كونور مكريغر صار دكتور مرة واحدة ويمكن هو كمان كمقاتل أكيد بعرف أنا بحب هيك أزيد عليه شوي كتب تويت حكى فيها إنه يمكن هاي إصابة قديمة من عند كريس وايدمن مايكرو فراكترز أو انكسارات كتير صغيرة بالقصبة عنده بخلال التدريب صارت أو إشي هيك وهاي الضربة اللي هي كانت يعني الضربة القادية بالنسبة بهاي الحالة لكريس وايدمن على الأشياء الغريبة الثانية اللي صارت الفايت تاعت أنثني سميث اللي هلأ حكينا عنه مع جيمي كروت جيمي كروت يعني واحد من المقاتلين الصاعدين هلأ باليو أف سي فيه له مستقبل بخوف بالرياضة صار إشي يعني ما بدي أحكي شبيه لأنه هداكا راحت رجله يعني بس أقول أنثني سميث لما ضرب جيمي كروت على رجله خصوصا ورا الركبة تحتها بشوي الواضح أنه جيمي كروت من هاي الضربة ما أقدر أنه يكمل يمشي عليها حتى بشهد له أنه بعدين عمل بجوز وكمل على الجراود المنظر كان غريب مش عارف أنا إذا أتوجع معاه ولا يعني هذا رجله كانت عم بيضال كل ما يوقف ترجع تنام أنا أحاول أدور رجله رجله راحت شاكر رجله انتهت انتهت رجله فكرك أنا عم بدور أونلاين وعم بشوف أنه في كتير ناس عم بكتبوا تحليل كمان من عندهم طبية أنه نفس اللي صار مع شون أمالي زمان اللي هون ضرب على خلف الركبة على عصب اسمه أو العصب أنا كاتب اسمه بالعربي العصب الشظوي نضرب عليه وعشان هيك بيبطل قادر الواحد يرفع القدم بتاعته بتكون رجله ما مال هاي شي بس القدم بطل عنده أي سيطرة عليها فكل ما يحاول يمشي أو كل ما يحاول يرجع يوقف ما عم بيعرف كيف يحطها على الأرض معنى هذا اللي بحكي ضربه على البروني النيرف خلت رجو ما تعرف تتحرك ودعس عليها كذا مرة انت ادعس على رجك مرة واحدة بهاي الطريقة إذا ما بتكسرها بتمزق الأربطة دعس عليها يمكن هون أزاركبته هون أزارجه أزاركبته أول مرة على القفص أما هو حاطت أنتني سميث على القفص عم بيحاول يرمي نازل ماسك رجليه مش عارف وقف عليها وقف رجع نزل رجع عادها رجع نزل أول ما صارت ثلاث أربع خطوات دعس عليها وفكشت وبين الجولات ضري دعس دمرها لرجلو هاي 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 مقصودة لا مش مقصودة بس أي لوكيك بالعالم لما بتطلع بحكم أي كيك بوكسينج أي لوكيك بتيجي على الرجل على الفخدة هدفها تشل هاي الرجل تشلها مش إنها تضرب على العصب عدة ضربات على العضلة بتشل هاي الرجل وطبعا بس أول الفايت انتبه أنتني سميث هو كان فائز أنتني سميث لعب لعب كتير حلو ضل يلعب بالجاب الضربة اليسرية على نفس العين على نفس العين ضل يضرب لابدو يسكره عينه لكروت وطبعا هاي الشغلة بفن بالمراكمة انت كإنسان أو كمقاتل بتحتاج لعينيك التنتين يشتغلوا بنفس الوقت عشان تعرف تقيس المسافة يعني اطلع سوق السيارة وانت مغمض عين وحدة بجوز تعمل حادث ما بتقيس المسافة صح فصاروا السترايكرز أو الملاكمين المحترفين لما يشوف الخصم القدامه تور قوي كتير ما بدو يدخل معاه وممكن يكون في عرضة إنه ينزل ضربة قاضية بيضل يضرب بالجاب هي أكتر ضربة آمنة اليسارية بس هاي اللي بتفتح شغل تفتح كل اللعب بيضل يضرب على نفس العين ليسكرها متى ما سكروا إياه وهذا اللي كان عم بيصير بيبطل خصم يعرف يقيس المسافة ساعتها بتقدر تنط تاخده تيك داون تنزله تضربه يمينية بيبطل يعرف خصمك يقيس المسافة وانتبهنا كتير حلوة كانت من أنتيني سميث ضل الجاب توب 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 ورا بعض خلص يعني ولحقه باللوكي كشلوا لكروت فهاي كتير حلوة كبالذات عودة أنتيني سميث زمان ما شفناه مضبوط بالقفص عودة رائعة إلو أنتيني سميث أظن من أرهب الشخصيات الموجودة باليو افسي من أعرق الفايترز اللي موجودين كمان ما في حدا بكرا هو أظن لك باليو افسي كاملا فيه إلو مشاهد كتير كانت يعني الناس تشهد له فيها أنه هو فعليا مقاتل عنده روح رياضية عالية جدا واحدة منها كانت لما أكل الني الإليغل ني براسه من جون جونز وقرر أنه يكمل الفايت وعادي قبل فترة كمان دخل حرامي على بيته وظله يتطاوش معاه لزي ساعة ونص عبل ما يجو الشرطة عشان يحمي عيرته وهاي قصة كمان يعني بتخوف أنتيني سميث زي ما أنت قلت عمر صر له من زمان يعني بآخر ستة فايتس إله خسر ثلاثة عم بيرجع شوي شوي هذا الفوز أنا بالنسبة لإلي بقول إجا من حظه يعني جيمي كروت ما بيستهان فيه بالمرة أنتيني سميث لعبها كتير صح عرف أنه يستغل يمكن يمكن عن قصد يمكن مو عن قصد بس هو فعليا جابها صح بالضربة اللي على الرجل طبعا يعني الدفجن تبعه صعب يمكن شوي رح يبين فيها كمان شوي الأسبوع الجاي لما نحضر دوميني كريز بس قبل ما نحكي موضوع الأسبوع الجاي عمر بدي أحكي معاك بموضوع أو خبر دينا وايت فجر فيه الدنيا اليوم اللي هو عودة نيك دياز أنا وياك من الناس اللي كتير بيحبوا نيك و نيت دياز نيك دياز على الأغلب إنه رح يرجع على وزن المية وسبعين أو مية وخمسة وخمسين حسب الصور اللي عم تنزل عنه يعني فعليا هو بركد ماراثونات وبعمل آيرن مان كومبيتيشن وهيك صورته اللي نزلها آخر إشي زنمة تقول يعني مرسوم رسم الزنمة مش طبيعي قدي نحفان زغران عن السنين الأبل وأخذ هذا الوقت كله يمكن برا الكيج أكيد كان بتدرب خلاله عودته رح تكون عبارة عن يعني مش عارف رح يكون إفنت خرافي للـ UFC أنا كتير بحب نيك دياز ونيت الدياز برادرز من أكتر المقاتلين جدلا بالـ UFC باللايفستال تبعهم مسلوب حياتهم شو بيعملوا يعني بتحسهم مولاد عصابات وفعلا إلهم قصص وهوش ولما التيم تبعهم بتهاوش مع تيم كونور مكريغر والتيم تبعهم بتهاوش مع تيم حبيب مشكل وكل بيحبهم هل هم من top 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 fighters بكل وزن لا 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 يعني نيت بعيد وحتى نيك بعيد ونيك آخر أكم من performance إلو سيئين كانوا ولكن ملاكمين فضعين بتدربوا ججيتسو مع أتوقع يا كارسن يا هيكسن غريسي بلاك بلت ستينين صديقهم العزيز هو كرون غريسي اللي هو ابن هيكسن غريسي مصبوط مية بالمية بلاك بلت ججيتسو وفضعين عندهم بروغرام بيدربوا الولاد صغار يعني بتشوفهم بتشوفهم هاي اللوك العصبات والشديدين لكنهم الناس كتير منح عندهم جمعيات خيرية بيدربوا الأطفال بأوقات فراغهم بساعدوا المجتمع تبعهم يعني هم بصراحة أنا هيك بحبي الرياض يكون يعني ومش سهل وما بتقدر تصاحبهم هم بيفوتوا بالنسبة إلو لما وهاي النفسية الحلوة اللي كل حدا لازم يكون فيها بفوت على UFC انت فايت على حرب وبصراحة اليوم لما سمعت نيك دياز دينا وايت عم بيحكي هاي نيك دياز عم بيستناني بره بدي أحكي معه إلو رجعة أنا كتير مبسطت لأنه مش تنساش في فترة حرم حتى يفوت على الأرينا على الفنيو اللي بيصير فكان في فايتس لأخوه نيت عم بيفوت أخوه مش بالكورنر تابع مش بالزاوية تابعته هدول الأخين ما بتفرقوا لما بتفرقوا بتشوف ضعف كتير من أي واحد منهم وهم كتير كتير متعلقين ببعض فهلأ مش بس رح نشوف أداء وحشوف نيك برجع بلعب رح نشوف نيك بالكورنر تابع أخو نيت ونيت بكورنر أخو نيك هلأ بدون مراجعونا الأكشن اللي الزيادة البريو أف سي ذي هلأ مش عم بيكون موجود زي أول ما أظن عم منشوف كتير من هاد الأكشن وأنا متحمس جدا أنه يرجع نيك نيك أنا بقول بالنسبة لإيلين ظلم لما عملوا لوبان من اليو أف سي أو حضروه لمدة خمس سنين بعدين على أصص أظن كانت مريوانة وقتها وهلأ هاي الأشياء صارت مسموحة باليو أف سي مواد ممنوعة كان تعاطى مواد ممنوعة أبصر هلأ نيك دياز شو رح يكون وضعه بس يرجع آخر موضوع بدي أنتقل وأحكي فيه شوي لأنه الزلمة فعليا مش مستاهل اللي هو جيك بول إحنا شفنا بين الحضور كان بالإيفنت هاد أنا كتير انبسطت مش بس شوي إنه دي سي دانيل كولمية لما شافه قام وبهدله وحكاله أنت ما عمرك تجيب سيرة اسمي على لسانك وأنا ما بدي أجيب سيرتك على الثاني طبعا من كل عقله الأهبل جيك بول قاعد بيحكيله إنه وقع على الكونتراكت ويلا ونعمل فايت مع بعض وهيك يعني دي سي فعليا لو بده يفلت على جيك بول كان بمسع فيه بموتو كان موتو بموتو اللي بسمعنا مش عارفش قصة جيك بول جيك بول يوتيوبر مشهور كتير أسلوبه مش كويس بستفز دائما الناس بده هلا هو بلعب ملاكمة وبده يدخل على عالم الـ MMA الكورسار يشوف كيف بطل من منظمات مثلا منظمات الـ MMA عم بلعبوا مع الناس أبطال منظمات ملاكمة عم بصير في خلط بين المنظمات هذا الزنمي بده اهتمام مهووس بالاهتمام فظل يتنطط أول مرة بديلعب مع كونر ماكريغر طبعا كونر ماكريغر لو فات لعب معه واحد يوتيوبر مبتد بموتو راح دور على أسوأ أنا برأيي أسوأ 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 واحد طلع هلا بالفترة هاي هو بن آسكرين بن آسكرين انتهى مصاب السترايكينج تابعه معفن يعني شاكر هو مصارع أولمبي لكل بيعرف مين بن آسكرين بالمصارعة ولكن ملاكمته ملاكمة مبتدئ وما حدا بيقدر يجادلني بالشغلة هاي لما راح جيك بول طلب يلعب مع بن آسكرين ملاكمة ياريت أمام ايه لسه أمام ايه كان ممكن بن آسكرين يغلبه صار في جدل كبير انت ضربته قاضي ولا ما ضربته ولا كان تمثيل بالقصة بما فيها دانيل كورمي اللي هو هلأ متقاعد من أبطال الوزن الثقيل كان دانيل كورمي طلعت اسمه بالمعية جيك بول صار يزد عليه حكي فاليوم شافوا بالأرينا إجا دانيل كورمي هددوا لجيك بول حاط أصبعوا بعينه حكالوا يا ويه لك ترجع جيب سيرتي ولا أنا بأزيك وجيك بول صار يقول لك آه طب وقع العقد ونلعب إذا لعب مع كورمي بيموت حتى دانا وايت صار يحكي إنه مين هذا هو إز ديس كيد مين هذا الولد عم بيحكي عن ريل بيبل لما قل لك دانا وايت عن مقاتلين ريل بيبل عم بيقول لك هذا الولد عم بيحكي على ناس بنمزحش معاهم إن كان كونر دي سي تايرين وودلي صار يطخ على تايرين وودلي ف بجوز ما بيستحق الاهتمام طبعا الجمهور اليوم لما شافوا قد ما جمهور الام ام اي بكرهوا كل الجمهور بنفس الوطير يصاروا يسبوا عليه بيستهلها ويمكن هو هذا اللي كان عم بيدور عليه عمر هو عم بيدور على هاي النوترايتي أو الشهرة العكسية خلن نحكي اللي الناس تكرهوا كلها وكاتب عبلوستو ويرز مايموني أظن هاي أصدو لدينا وايت عشان الشرط اللي كان حاطوا دينا وايت على هاي الفايتات ومع بن آسكرين مشاهدينا منحب نشكركم على حضوركم وطبعا منحب انكم تتابعونا على قناة اليوتيوب لستوديو الجمهور وعلى المنصات التواصل الاجتماعي بتلقونا على القفص أمامي شكرا جميعا ومع السلامة بالأسبوع القادم بحلقة جديدة من بودكاست القفص بتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم وإذا عندكم ملاحظات اكتبونا إياها تحت منحب انكم تتركونا كومنت تحت لايك شيرز سبسكرايب أي شيء ممكن تعملوا ومنكون معكم بالحلقة القادمة من القفص بودكاست اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر